موسيقى السلام عليكم مشاهدين الأكارم في حلقة جديدة من حديث 2015 التراجع غير وارد هذه العملية ستستمر بالعزم نفسه كلام قاله الرئيس التركي رجب طيب أردغان كلام فسر بأن المواجهة مع حزب العمال الكردستاني فتحت وقت طول مواجهة أطاحت عملية السلام مع الحزب وفق ما قال الأخير ورغم نفي حزب العدالة والتنمية الحاكم انتهاء العملية معتبرا أنها في حالة ركود قال أردغان كلاما فهم نعيا للعملية برمتها حين قال من المستحيل الاستمرار مع الذين يهددون الوحدة الوطنية في حلقة الليلة من حديث 2015 نبحث في أسباب تراجع أردغان عن عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني بعد أن كانت بما يشبه أيقونة لحكمه إلى أي حد أدى العامل الإقليمي دورا في ذلك مترافقا مع خشية تركية من إقامة دولة كردية على حدود تركيا ماذا في الحسابات الداخلية وهل تحسب أنقرة احتمالات الفشل في مواجهتها هذه ماذا عن التأثيرات على البلاد اقتصاديا وسياسيا وأيضا أمنيا وماذا في خيارات الكرد وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي بعد اتهامه بدعم الجهة التي توصف إرهابية وفق التصنيف التركي معنا في هذه الحلقة من أنقرة عضو المجلس المركزي لحزب الشعوب الديمقراطي السيد بركات قار وكذلك ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب الصحفي أوكتاي يلماز أهلا بكم ضيفينا وقبل أن نخوض في تفاصيل ومحاور النقاش لحلقة الليلة تسمح لنا وأيضا ندعو مشاهدين لمتابعة هذا التقرير يجري مصافحة للمشهد في تركيا تحديدا بعد فتح المواجهة مع حزب العمال الكردستاني نتابع تترافق الحملة العسكرية التي تشنها أنقرة على حزب العمال الكردستاني مع جملة من معطيات سياسية تبدأ من حسابات رجب طيب أردوغان الداخلية ومن ثم تمتد إلى الإقليم المتصل بقوة بالساحة الدولية فعلى المستوى الداخلي يسعى أردوغان إلى تحقيق أكثر من هدف قبل تحديد موعد الانتخابات العامة المقبلة انتخابات يريدها حزب العدالة والتنمية ثأرية من نتائج الانتخابات الأخيرة التي انتزعت من أردوغان وداود أوغلو رئيس حكومته أكثرية برلمانية يستطيعون من خلالها قيادة تركيا بتفرد طموح نغصه على الحزب الحاكم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الهوى والمنشئي بحصوله على نسبة 13% من نسبة المقترعين أطلقت الحكومة التركية وعمليتها العسكرية بتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي بين إيران والغرب الاتفاق الذي يصفه مراقبون بالتاريخي بمعنى أنه يحمل تصورا جديدا لمستقبل المنطقة مستقبل تريد تركيا أن تحجز مقعدا فيه كشريك رئيسي بكل تركة المنطقة من موارد ومصالح وكذلك في تسويات وتفاهمات الممكنة على الملفات الساخنة من سوريا إلى العراق واليمن وسواها من دول الإقليم التي تتحرك على جبهات كثيرة كما أنقرى تريد أن نرى قدرة لأي طرف على مسك أي ملف بالكامل ونبدأ نقاش مع ضيفينا ولو أبدأ من اسطنبول معك الصحفية الكاتب بوكتاي يلماز عملية السلام حزب العمال الكردستاني هي الآن في أي حالة إذا أردنا أن نوصفها هناك تراجع عن هذه العملية تجميد لهذه العملية ما الذي يضعها أساسا في غير خيار أنها توقفت في الكامل هل يمكن أن يتم إعادة إحياءها بعد هذه التطورات الأخيرة نعم تحياتي مساء الخير في الحقيقة يعني لا يمكن طبعا هناك الآن تجميد وتوقف مؤقت أنا بنسبة يعني أرى أنه توقف مؤقت لأن تركيا تحتاج إلى هذه العملية ووصلت في الحقيقة إلى مراحلها النهائية هذه العملية يعني الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان في فترة رئاسته قبل سنتين أطلقت هذه العملية لحل القضية الكردية بين القوصين بإصلاحات ديمقراطية في إطار الدستور وبالطرق السلمية وطبعا وفقا لهذا الهدف الحكومة التركية حققت إصلاحات كبيرة جدا يعني كانت هناك بعض الشكاوى للمواطنين الأكراد تم إزالة هذه المشاكل ويعني حقيقة بالنسبة للتركية يعني إصلاحات جذرية كانت كبيرة جدا مثلا تم إطلاق القناة تليزيونية باللغة الكردية تبث 24 ساعة وكذلك تم تشريع إمكانية دراسة اللغة الكردية في المدارس وما إلى ذلك يعني تم إزالة جميع العراق أمام المواطنين الأكراد بالمقابل كان على حزب الأممال الكردستاني وكان الشرط الأول لهذه العملية عملية تحقيق السلام الداخلي نزع السلاح أو ترك السلاح وصحب عناصره من داخل التركية ولكن بالأسف الشديد رغم مرور أكثر من سنتين لم يترك تنظيم العمال الكردستاني السلاح ولم يصحب عناصره من داخل التركية بل استخدم السلاح كعنصر تهديد دائما للدولة التركية وللحكومة وكذلك سعى هذا التنظيم إلى استغلال هذه العملية والاستفادة من التطورات في المنطقة يعني طائما كانت هناك انتهاكات والضغوط على المواطنين كانت شكاوى المواطنين ولكن كانت الحكومة التركية تصبر حرصا منها على إنجاح هذه العملية لأن هذه كانت مشروع وطني مئة في المئة وكانت تهدي إلى إحلام السلاح يجب أن نقف عندها سيد دي الماضي لتكون نموذجا عفا لتكون نموذجا في تركيا وفي المنطقة ولكن بالأسف الشديد ربما هناك بعض الأسباط ربما تفعل تنظيم العمال يعود من جديد إلى نهجه الإرهابي العنف ممكن نتطرق فيما بعد سنتطرق بتأكيد لهذه النقاط بينما قدم من كل الطرفين وهل أفضل أن تتوقف هذه العملية بهذا الشكل بهذا الخيار هل في الفعل ضاقت كل الفرص حتى نرى مواجهة بهذا الشكل تفتح عسكرية من جديد لكنك أترت العديد من النقاط المهمة التي يجب أن نقف عندها ونشرك أيضا معنا ضيفنا سيد بركات قار سيد قار هل بالفعل زيحت كل العراقي للحكومة التركية حكومة حزب العدالة والتنمية قدمت كل ما تستطيع يتحدث عن قناة تلفزيونية عن إدخال اللغة الكردية في المناهج التعليمية في المدارس قدمت كل ما هو مطلوب منها وبالتالي حزب العمال الكردستاني بقي على نهجه لم يكن هناك من خيار إلا أن تفتح هذه الحرب لإعادة الحزب لمكان جيد في المفاوضات أو لإحياء عملية سلام متكاملة الضروف مساء الخير أولا طبعا أنا الآن لم أدافع عن الحزب العمال الكردستاني كونه كحزب مسلح ويقاتل منذ 30-40 سنة من أجل حقوق الشعب الكردي إلى آخره لكن يجب بعد الحقائق ما قالوا ضيفك من اسطنبول بالحقيقة هو غير صحيح غير صحيح بأنه قدمت الحكومة كل مطالب للأكراد والحزب العمال وبأنه رغم كل هذه المطالب التي قدمتها قام حزب العمال وهو قام بالعمليات مرة أخرى وبدأ أن يقوم في التفجير وفي الهجوم إلى آخره ليس صحيح هذا يجب أن نتذكر ونلقي الضوء على ما قبل الانتخابات ما هي كانت الحالة وما بعد الانتخابات ما هو اللي حصل على الساحة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة إلى هذا التصعيد والهجوم إلى آخره ما قبل الانتخابات ما وصلنا إليه طبعا ببروتوكول دول مباحشة في اسطنبول وقع هذه البروتوكول من قبل الطرفين أحدى كان وزير الداخلي الثانيا مساعد رئيس الوزراء الطرفين إلى آخر كان وفد من الحزب الشعوب الديمقراطي وتم الاتفاق على أساس المسار السلام يستمر لكن قبل وصول لهذه النقطة هناك كان فيه مخاطر كيفية إشارات بالحقيقة كنا نراها الآن اللي يحصل الآن كل هو نتائج عن هذه المرحلة السابقة المرحلة السابقة الحكومة اتخذت قرار في إصدار قانون قانون للأمن الداخلي في هذه الأمن الداخلي هذا كان على أساس إعطاء الصلاحيات لكل المحافظين والشرطة والاستخبارات أن يتدخلوا بكل أمر كان في الداخل وفي أي معارضة ضد حزب العدالي والتنمية هذه الأمر طبعا بعدها حملة الانتخابات نتذكر جميعا عندما نزل طيب أردوان إلى الساحة وطالبة بأربعمية نائب حتى تكون استقرار وإذا لم يكن هذه الأربعمية نائب لتغيير الدستور وصعوده إلى الرئاسة سيكون هناك فوضى ولا يمكن الاستمرار بهذا الشكل يعني قبل انتخابات كانت هذه الإشارات واضحة جدا ما نراها الآن وبعد ما حصل حزب الشعوب الديمقراطي لـ 13% كما تفضلت حصل ما حصل وقلبت الطاولة طبعا بأمر من طيب أردوغان والحكومة هناك لم يكن لها أي دورا وخاصة أحمد داود ولو لم يكن له أي دورا هناك إلا شكليا في هذه العملية وبالحقيقة لحتى هذه اللحظة لم نرى هناك يعني يجب أن نشوف الحقائق لم نرى هناك أي عملية عسكرية ولم يأتي أي تابوت للعساكر أو للشرطة إلى المدن حتى ما قامت فيه السلطات واتخذت قرار في الهجوم ضد قواعد الحزب العمال الكردستاني مهمة وحزب العمال نعم وأذكرك لإثارة العديد من النقاط التي سنبني عليه فيه نقطة واحدة نقطة واحدة التفجير التي حصل في سوروش هو كان تقريبا الفاصل الأساسي في التحول هذه الأمور كلها وهذه التفجير أتى طبعا تبين ما وراء هذه التفجير بأنه داعش هي ولكن هذه العناصر لها علاقات تبين لها علاقات مع الاستخبارات التركية هذا شيء شغلي كبير جدا وهذا موضوع كبير ويحتاج للتطقيق وعذرا المقاطعة سيد بركات قرار سنكس عند هذه النقاط وربما تفجير سروج تنظيم داعش أنتم اتهمتم أيضا حزب الشعوب الديمقراطي اتهمتم الحكومة بأنها تدعم أو تنسق مع تنظيم داعش أو تدعم تنظيم داعش والحكومة أيضا تتهمكم بالترويج ودعم لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره إرهابيا ويقول بطبيعة الحال أنه لا يوجد إرهابي جيد وإرهابي سيء الإرهابي هكذا هو الخطاب بالنسبة للحكومة التركية لكن في النقاط التي ذكرتها دعني أعود مجددا لسيد أكتاي يلمض سيد يلمض يقول سيد بركات ما يفهم وأثار العديد من النقاط أن هناك نوع من الاستفادة من ورقة حزب العمال الكردستاني فتح ملف القضية الكردية بالنسبة للعدالة والتنمية فتح قناة بالنسبة لهم أو اللغة كان من باب المكاسب الانتخابية والآن تستخدم هذه الورقة في ذات الإطار في ذات يعني الوجهة المنافع من هذه الورقة وليس تقديم ما يجب تقديمه لحل هذه القضية بموضوع الانتخابات أن حزب العمال الكردستاني بتوجيه هذه الحرب عليها هناك استفادة في ورقة الانتخابات هل هو كذلك وما الذي يمنع أن لا يكون كذلك الآن بالنسبة للعدالة والتنمية نعم البعض يثيرون هذه الأمور ولكن ليس يعني ولا تعبر عن الحقائق ولا الواقع كيف أنا لم أفهم لم أفهم لماذا الهجوم بالذات على رجب طيب أردوغان وهو من أطلق عملية المصالحة أو عملية مسيرة السلام الداخلي وخاطر نفسه شخصيا كان هناك متشددون من القوميين الأتراك والأكراد يرفضون أي مصالحة وهو من حقق جميع الإصلاحات يا سيدة الكريمة كانت اللغة الكردية ممنوعة وهو من يعني حقق جميع الحقوق للمواطنين الأكراد لتركيا ولذلك يعني هناك أنا أرى أن أكراد مدينون له يعني يصحه التعبير وهو عمل الكثير في الحقيقة لكن سيد يلماذ ما يقوله السيد بركات قار لو سمحت لي أنه يستخدمها في إطار الترويج الانتخابي الآن المنفعة أكبر درك أمال الكردستاني الآن سأوضح لك يثير الحركة القومية أو الشعور القومي لبعض الأتراك سنرى تغييرا في الأصوات بأي الاتجاهات في الانتخابات المبكرة تمام لو كان هذا صحيحا وكان سعى استغلال هذه القضية قبل الانتخابات ولماذا يستغله يعني هل يستفيد تستفيد الحكومة من الفوضى في البلاد يعني أي فوضى أو عدم الاستقرار عدم الوضوح ضد الحكومة يعني الحكومة لن تستفيد من عدم الاستقرار من عدم الوضوح في البلاد بل يعني كذلك يعني هناك طبعا قد تم إثارة الموضوعات أخرى ربط تفجير سروج بالدولة التركية يعني شيء مثير وغريب جدا يعني قام بهذه العملية الإرهابية تنظيم ضعيش ثم بدأ تنظيم العمال الكردستان الإرهابي بالمهاجمة على الرجال الأمن والجيش ومن أنهى وقف طلاق النار يجب أن نفهم هذه الحقيقة من أنهى وقف طلاق النار تنظيم العمال الكردستاني الذي يتعي أنه يحارب لأجل الأكراد يا سيدتي الكريمة النضال لأجل الحقوق في البلدان الديمقراطية لا تكون بالسلاح من يحمل السلاح ضد الدولة يعتبر إرهابيا وكذا على الدولة أن يكافحه بالسلاح أيضا وبعدما تم الهجوم على الدولة التركية وعلى رجال الأمن من أطراف متعددة من تنظيم الدعيش من تنظيم العمال الكردستان من تنظيم الثوري اليساري بدأت تركيا طبعا دخلت تركيا في مكافحة أو في حرب شامل ضد المنظمات الإرهابية وحاولها العديد من إشارات الاستفهام لأن هذا تحول التركي هذا التنسيق وأيضا الموافقة والمباركة الأمريكية فتح أيضا قواعد تركيا للتحالف بعد أن كانت مصدى لأكثر من عام كلها عوابل أيضا تطرح إشارات استفهام عديدة لكن كذكت تفجير سروج وأيضا ضيفنا سيد بركات قار وتنظيم القاعدة لم يتبنى هذا التفجير حتى بشكل علني هذا أيضا ما أثار فقط أطرح عليك سؤال إذا لم يكن هناك استفادة بالناحية التي لها علاقة في الانتخابات ما الذي يدفع اليوم السيد رجب طيب أردوغان ليقول ضرورة العودة للإرادة الوطنية في حال عدم تشكيل اتلاف حكومي حتى يقرر الناس مرة أخرى وسنخرج من الوضع الحالي في إشارة واضحة لانتخابات المبكرة هناك بطبيعة الحال استفادة قد تغير المشهد الذي بدأ مفاجئا لحزب العدالة والتنمية في خسارته للأغلبية المطلقة التي حاز عليها حوالي 13 عاما يعني في البلدان الديموقع حزيزتي الكريمة الحزب العدالة والتنمية سأعود إليك سيد بركات سأعود إليك بطبيعة الحال سيد بركات عذران طيب طيب يعني في البلدان الديموقراطية طبعا الكل احترم نتائج الانتخابات هذه هي الإرادة الوطنية وإرادة الشعب التركي بجميع أطيافه ولكن في حل فشل الأحزاب السياسية في تشكيل الحكومة طبعا لم يحصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة ولكن الحزب الأول يحق له تشكيل الحكومة ولكن في حل تشكيل الحكومة لإتلاف لم يبقى حل إلا الذهاب إلى الشعب من جديد يعني هذا ما أكده رجب طيب أردوغان وأكد على احترامه لإرادة الشعب وحصل الأحزاب بتشكيل الحكومة الإتلاف ولكن هناك تباين كبير في مواقف الأحزاب خاصة بين حزبي العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري رغم هذا التباين والخلاف هذان الحزبان أظهر موقفا جيدا يعني خلال تم طبعا هناك أجريت مباحثات يعني استمرت نحو أربعين ساعة واتفق الحزبان يعني زعيم الحزبين سيجتمع يوم الاثنين للتقرر أو لمحاولة الوصول إلى الاتفاق أو التوافق في موضوع حكومة الإتلاف وإن فشلوا طبعا من الطبيعة أن تذهب البلاد إلى الانتخابات مبكرة هذا الشيء طبيعي سيد يلمز أعتذر للمقاطعة سنتوقف على فاصل وبطبيعة الحال سأعود إليك سيد بركات قار من بعد لأرى إذا كان هناك ما أثر بالفعل على هذه المكاسب على هذا الصعود لحزب الشعوب الديمقراطي ما بعد هذه الحرب على حزب العمال الكردستاني ونسأل أكثر في التأثيرات والعامل الإقليمي في هذه الخيارات الجديدة لتركيا فاصل قصير إذن مشاهدين ونواصل هذه الحلقة من حديث 2015 ابقوا معنا رجاء أهلا بكم من جديد مشاهدين في هذه الحلقة من حديث 2015 ونجدد ترحيب ضيفين من أنقرة ومن اسطنبول وأبدأ معك سيد بركات قار هل من تأثير واضح بالنسبة لهذا الصعود الكردي ودخوله قبة البرلمان التركي ما بعد هذه العمليات لتركيا على حزب العمال الكردستاني هل تعتقدون أن هناك تراجع لمكانة هذا الحزب عزيزتي أولا يجب أن ننظر على اللوحة ونرى كل الأمور من كل جوانبها الآن هذه الحملة العسكرية هي بالحقيقة أساسها موجهة صحيح هي ضد حزب العمال الكردستاني لكن من خلال حزب العمال الكردستاني يراد منه تأديب الحزب الشعوب الديموقراطي التي نجح في البرلمان وقطع الطريق على النظام الرئاسي في تركيا لطيب أردغان ولمنع أن يكون حزب العدالي والتنمية أن يشكل حكومي لوحده هذا هو الأساس في كل ما يدور الآن في هذه المسألة وفي طبعا هذه الحرب أو هذه الهجوم العسكري ليس أول مرة بيحصل في تركيا أو من تركيا إلى جبال قنديل هذه العشرات المرات حصلت بالسنين القادمة ولم تؤدي إلى أي نتيجة بالعكس كان تداعياتها سلبية إلى الداخل أكثر فأكثر وحصل ما حصل في تراجع الدولة والحكومات التي أتت بعدها رغم كل اللغة التي استخدمت اللغة العنف والكراهية والبغض ضد الأكراد حزب الشعوب الديمقراطي هو أصلا ليس حزب كردي فقط هو حزب ديمقراطي يشمل كل مكونات تركية ومن طوائف ومن قوة يسارية السورية الديمقراطية إلى آخر هذا الحزب دخوله في البرلمان في هذا الحجم ولأول مرة أن يحصل 80 مقعدا بالحقيقة غير المعادلة تماما في المجال السياسي وفيها ما بعد ذلك الحزب العذالي والتنمي وخاصة طيب أردوغان لم يستطيع أن ينفذ مشاريعه وتخيلاته التي كانت موضوعة أمامه في داخل تركيا وفي خارج تركيا في سياسة الخارجية فشل الكبير اتجاه سوريا واتجاه مصر واتجاه ليبيا واتجاه العراق هذه كل الفشل والتراجع أدى إلى أن يتخص قرار لأن مسار السلام الداخلي لم يكن لصالحه وهذا من خلال الانتخابات بينت هذه النتيجة هذه المسار إذا استمر في المسار السلام سيكون يتراجع أكثر في أكثر لذلك نحن نقول الآن لازلنا إلى جانب الاستمراري في المفاوضات في المذاكرات في السلام مهما كانت الأمور ومهما استخدموا العنف والقبض على الآلاف من السوار في تركيا في كل النحاء تركيا سنبقى مدافع عن السلام وسنكون ضد الحرب بأي شكل كان جميل هذا الكلام سيد بركات لو سمحت لي ورغم ذلك أنت تتحدث عن الاستغلال بالنسبة للحكومة التركية عن استفادة لأبعد حد من الورقة الكردية لكن هناك أيضا طموح كردي بأن تكون هناك دولة كردية هذا ما تخطه الأقلام وهما تتخوف منه الحكومة التركية وقالها رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو أن هناك سعي لذلك وأكثر من ذلك هناك استغلال أيضا للوضع في سوريا لتقوية هذه الخيارات وهذه الأحلام أيضا الكرد يستغلون في مكان ما الظروف هو الآن الكرد لم يدافع عن تشكيل دولي مستقل لا في تركيا ولا في سوريا هذا أمر واضح والحزب العمال الكردستاني لو كان فعلا يدافع عن دولة مستقلة لما كان جلس على الطاولة منذ ثلاث سنوات وهم يفاوضون عبدالله أجلان في إمرال ويفاوضون أيضا كانديل ويفاوض من خلال الهيئة التي شكلت من حزب الشعوب الديمقراطية هذا غير صحيح والآن الخطر لا يوجد خطر وطني كما يدعون لأن يكون أخذوا مبرا لهذه الهجوم ولهذه الحرب لم يوجد هناك والشعب الإدراك العام في تركيا كله يرى بأنه هناك ليس خطرا على تركيا قوميا من قبل الأكراد بالعكس الأكراد في قتالهم ضد داعش بما في حزب العمال الكردستاني في شنقل وفي كوباني وغيرها ساعد البيدي وبالحقيقة كان ضد داعش هذه المسألة لكن حاول طيب أردغان أن يضرب في حجرة واحدة عصفورين في حجرة واحدة منها أولا يقلب الطاولة المفاوضات لأن هذه مسار المفاوضات لم تكن لصالحه في المرحلة المقبلة تانيا بأنه هذا الحزب يقاتل داعش ويصبح هذه القوى الكردية بأنها بطلة وأن كل الغرب بدت أن تتجه اتجاه القوى الكردية وتحاول أن تساعدها لأنه هناك تقاتل أكبر تنظيم إرهابي شرس في سوريا هذه المسألة طيب أردغان انزعج منها في الحقيقة والحزب العدالي والتنمية لأنه منذ أربع سنوات وهو يمد هذه الحزب والمشتقات تنظيمات المشتقة عنه جميعها للمصر ومقاطع وما تقوله ذكره بطريقة أخرى سيد أحمد أود أغلو في ما كتبه في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية قال أنه هناك استغلال بالنسبة لحزب العمال الكردستاني أو للأكراد للوضع في سوريا لتقوية موقفه في عيون الغرب تحديداً للجانب الكردي إذن بمنظورين يمكن أن نظر لذلك لكن السؤال أنا أريد سؤال بسيط يعني سلح خارج الدولة في تركيا كيف يتم التعامل معه ما توصيفه؟ عزيتي السلاح بأنه متفق عليه من قبل الحزب العمال الكردستاني والهيئات وحتى عبدالله أجلاً بالذات بأنه يلقي السلاح وينسحب خارج تركيا ونحن لازلنا عند هذه النقطة وكحزب الشعوب الديمقراطي ندافع عن هذه الفكرة والآن رئيسنا ذهب إلى بروكسل حط لحل هذه القضية وأنا بتقديرنا هذه الأمر مهما كانت الاشتباكات مهما كان الحرب والهجوم سيرجعون على الطاولة لأنه لا 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 مفر من مسألة السلام لا يمكن ولم تكن لصالح أي طرف كان هذه الحروب لا لشعوب تركية ولا سوريا وإلى آخر لتعطيق ذلك دعني أنقل هذه النقطة لسيد يلماز إمكانينا نحية للمفاوضة سيد يلماز نسيتني سيد يلماز أنك سيدتي أعطيت للطيوفك مساحة أكبر الآن عدنا من الفاصل وأعود إليك طرحت عليه سؤال قبل الفاصل كنت معك وأعود إليه والآن أعود إليك وسأفسح لك المجال أثار موضوعات كثيرة يجب أن ربط ولمه بجمل قصيرا نعم يعني هو تحدث عن حرب ضد الأكراد وهذا كذب وإفتراع على الدولة التركية الأكراد التركية هم مواطنون من درجة الأولى وهم يعني لا يوجد هناك فارق بين أصول تركي أو مواطن من أصل كردي في الجمهورية التركية تركيا لا تحارب مواطنها الأكراد تركيا تحارب تنظيما إرهابيا يستخدم السلاح ضد الدولة ضد رجال الشرطة ضد رجال الأمن والجيش يا سيدة الكريمة يعني لماذا لا يشرح طيفك من أنهى من أنهى وقف إطلاق النار من بدأ بقتل من قتل يعني وصل عدد الشهداء إلى عشرات يعني أكثر من عشرين كذلك كذلك وعدد منهم من أصول كردية يعني الجنود الذين يقتلهم تنظيم الإرهابي أكثرهم من أصول كردية كذلك يعني لماذا هذا التحميل على أردوغان يعني لا يمكن فهمه أبدا هو من أطلق عملية السلام هو من حقق هذه هذه الإصلاحات الكبيرة كذلك يعني كذلك هو ربط حزب الشوب أنت لم تعيش في تركيا قبل عشرة سنوات هل كنت تستطيع أن تتحدث باللغة الكردية هل كنت تستطيع أن تنشر باللغة الكردية الآن تضافي عن جميل أفكار في جميل حظية نتيجة نتيجة النضالات الشعوب ليس أعطاء هذا ليس أعطاء من أي طرف كان هذا حق هذا حق المواطنين ولكن كانت ممنوع عليهم من جاء بهذه الحقوق يجب أن تحترم من جاء به كذلك هذه الحقوق الآن أرجوك أنا لم أتدخل في كلامك اسمح وهذه نقطة نظام دعوني أدخل هنا عليها الكلام لك سيبقى سيد الماض سيبقى لك سيد الماض فقط نقطة التي أتارها سيد بركات قهر حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتعى أنه يبقى في إطار التسطور السلمي في إطار القانون ولذلك حصل على نجاح جيد ونحن دعمنا أن يبقى هذا الحزب في إطار الديمقراطي ليصاهم في عملية السلام بشكل إيجابي ليعبر عن قضايا الأكراد ممتاز هذه نقطة مهمة جدا سيد الماض فقط في تفاصيل الحوار نقطة مهمة ربط هذا الحزب بالأمال الكردستان الإرهابي يجب أن نندد الإرهاب البكاكا يعني هو ربط لحزب الشرعي بحزب بتنظيم محظور هذه نقطة مهمة سيد الماض فقط في تفاصيل الحوار حتى نشرك بعضنا فقط النقاش بيني وبينك وبين سيد بركات قار لا أريد أن نقاطعك لكن ما ذكره سيد بركات قار أن هذه ليست منحة هذه أبسط الحقوق يجب أن يتم الحصول عليها في دولة تطرح نفسها في المنطقة على نها الديمقراطية يكون هناك قناة بلغة الكردية أن تدخل اللغة الكردية أن يكون حزب الحزب الكردي في العملية السياسية لماذا رفع السلاح على الدولة الآن صحيح هذه حقوق الشعب الكردي ولكن حصلوا عليه بشكل ما ولكن لماذا الآن يرفعون السلاح على الدولة هل أي دولة في العالم تسمح بانفصال جزء من أراضيها يعني كذلك استغلت العمال الكردستاني والفصائل الكردية الانفصالية المتطرفة عملية السلام ليس فقط لأجل السلام بل استغلوها لتعزيز سيطرتهم وبنوا دولة موازية في المنطقة للدولة التركية هل تسمح دولة كذلك نتذكر أحداث كوباني أدت إلى مقتل أكثر من خمسين مواطنا من أصول كردية قام أنصار هذا التنظيم الإرهابي بقتل الأكراد لأنه من فصائل الأخرى كذلك استغلال الموضوع دعيش تركيا تواجه دعيش وجميع المنظمات الإرهابية وهذا يرد للسؤال سيد الماز هل هناك إمكانية من إحياء عملية المفاوضات من جديد بإطار العودة لعملية السلام أم أن ذلك بعد هذه التطورات لا يمكن تحقيقه في الحقيقة حصلت مواطنون الأكراد جميع حقوقهم لم يبقى هناك شيء ينقصهم وهم يعني هناك أصول أخرى في تركيا ليست فقط التركية والكردية يبقى أن يترك التنظيم الإرهابي السلاح ويسحب أناصره من داخل التركيا ثم يحتاج الأمر إلى ربما إصدار العفو العام ليعود من لم ينخرط في القاتل وليمارس حياته الطبيعية يعني في الحقيقة وصلت عملية السلام إلى مرحلتها النهائية لم يبقى هناك شيء ينقص المواطنين الأكراد ولذلك ولذلك ربما تعود هذه الفصائل المنظمات المتطرفة إلى لغة العقل وهذه العمليات الأمنية العمليات الأسكرية ستتواصل ما دام هناك إرهاب ما دام تنظيم تمارس لما تنتهي الإرهاب طبعا تعود الأمور ربما إلى مجره الطبيعية طيب أنقل كل ما ذكرت لسيد بركات قار لأنه يريد أن يعلق بشكل سريع حتى ننتقل إلى نقطة نقاش أخرى تفضل عزيزة الكريم بالحقيقة ضيفك كأنه لم يعيش في تركيا بأنه إذا كان فعلا كل الحقوق أعطيت للشعب الكردي والأكراد بشكل عام لماذا هذه الحملة الكبيرة الشرسة والاعتقالات والمداهمات القائمة لماذا الآن لأن هناك إرهاب سيد الكريم هناك إرهاب يعني أكثر من قتل أكثر من 25 لو سمحت لا تقاطعني لو سمحت لا تقاطعني رجالا أمنيا الآن في جنوب شرق تركيا منعت حزر التجول وهنا أصبح حكم عرفي الآن المنظمات الأهلية والديمقراطية والنقابية تقوم بجميع أنحاء تركيا في النداء في السلام وإيقاف هذه استخدام العنف من قبل السلطات وخاصة حتى بأبسط الحقوق الديمقراطية التي تتواجه في الخراطي المياه والغازات الآن في أنقرة وفي اسطنبول وفي كل مكان حتى المسيرات منعت أي ديمقراطية تتحدث عنها ثانيا الاغتيالات هذه المستمرة نحن ضد أي استخدام أي عنف بأي مستوى كان حتى لو كان هذا من قبل حزب العمال الكردستاني أو من غيره وننادي في السلام وننادي وكيف نحن منعنا طيب أردوغان من قيامه أن يصبح رئيسا لتركيا أو رئاس رئيسا الآن نحن لم نسمح في هذه الحرب لماذا نحن دروع بشرية سنكون دروع بشرية أمام هذه الحرب هذه الحرب نحن نريد ونتمنى أن تكون جد عدى عن الشعور بم بعش ليس ضد الأكرار ليس ضد الأكرار لو سمحك لو سمحك لا تقاطعني حتى ننتقل بالتالي إليها في النقاش لو سمحت لي سيد بركات الخيارات بالنسبة للكرد ما هي وأنت تقول أن دروع بشرية سيتم استخدامها في وجه هذه الحرب كما وصبتها كلمة آخر جملة اكمل جملة بأن هناك لم يكن أي طلبا من طلبات الأكرار الآن لم تسجل قانونيا وحقوقيا على أي مستوى لا في البرلمان ولا خارج البرلمان هذه الكلام كله كلام فاضي هذه الكلام مسألة التلفزيون اللغة الكردية هو لا يبس إلا البيانات الرسمية للدولة والحكومة فقط لا حتى الآن لم يتم أي طاعة لم يشارك أي حدا المطلوب أن أنت بث بيانات لحزب الباكا قال إرادة حتى ننتقل لنقطة خارج عن السجال بهذا الشكل الخيارات بالنسبة للكرد سيد بركات قار ما هي وهل هذا خيار سنراه بالنسبة لحزب الشعوب الديمقراطية أن تكون دروعا بشرية كما قلت في وجه هذه الحرب بأي معنى يعني لو تضعنا في طبيعة هذا الخيار بمعنى أولا على مستوى البرلمان ثانيا في الشوارع ثانيا على مناطق الحدودية لم نسمح أن نكون نحن قتلاء ونقتل في أهداف فقط أن ناس أو حزب من أجل أن الساكن القصر الجمهوري أن يتون هناك رئيسا لم نسمح بهذا إطلاقا كما ما سمحنا له أن يكون رئيسا في هذه البلد هذه الحرب ضد كل شعوب تركية ضد كل مكونات تركية والحقيقة هذا حرب استنزاف الآن يحاولون أن يهمشوا هذه الحزب الشعوب الديمقراطي والحزب الشعوب الديمقراطي صعوده بالديمقراطي ومطالبته في السلام هو الذي أشعل هذه النار من قبل السلطات والحزب العدالي والتنمية نحن نريد أن نوجه كل هذه الطاقات ضد ضد داعش وضد التنظيمات الإرهابية الإسلامية التي انتشرت بكل المنطقة وخاصة في تركيا تداعيات هذه الحرب سيد بركات قار عند التداعيات سنتحدث لو سمحت لوعدنا نقاط علي أنه داق الوقت بشكل كبير وبعض النقاط يجب أن نثيرها في نقطة حرب الاستنزاف التي ذكرتها أن قلها لسيد أكتاي يلماز قد تبدو حرب استنزاف لن يكون تأثيراتها فقط باتجاه حزب العمال الكردستاني وبالتالي هو حزب لن يعاني من آثار حزب من حرب استنزاف إذا جاز التعبير كما قال السيد بركات قار هل تحسب حسابها أنقرة أنه قد يفشل تفشل هذه العمليات في الهداف المعلنة وقد تطول وبالتالي لا تتحمل مثل هكذا حرب الدولة التركيا القادرة على حسم محاربة هذه المحاربة للإرهاب في الحقيقة تركيا تواجه جميع المنظمات الإرهابية بما فيها طعيش والعمال الكردستاني وجبأ الثور أن تدعي أنه جبأ ثورية يسارية متطرفة ويعني تركيا اليوم ليست تركيا في ثمانية النقابات الديمقراطية كمان إرهابية في وجهة نظرك إمتي يعني سيد الكريم ضيفك الكريم وهذه النقطة أطلب منك سيد بركات قارع نسمع سيد يالماز فضل سيد يالماز تمام ويحاول في الحقيقة يحاول تصفير محاربة أو مكافحة التركيا للإرهاب وللإرهابيين وللمنظمات الإرهابية كأنها تركيا تحارب شعبها الكردي هذا غير صحيح على الإطلاق بالظل إرهاب كردي وصعب الدولة التركية يعني لا يوجد هناك فارق بين تركيا وكردي في تركيا الدولة التركية تحارب الإرهاب والمنظمات الإرهابية يبدأ أن ضيفك تدعم المنظمة الإرهابية البكاكا هذا غير صحيح هذه مشكلته إذن لماذا تعترض على المحاربة التركيا للمنظمة الإرهابية وهو بدأ بقتل ربما الإشكلوب فقط لو سمحت سيد يالماز لأنه بقيان دقيقة لو سمحت ربما الإشكلوب ما تحدث عنه سيد بركات لو سمحت ما لي الإشكلوب الذي ذكره سيد بركات سأعطيك المجال أن أطرح عليك سيد يالماز تفضل سيد يالماز عفوا أكمل جملة الدولة التركية قادرة على حسم الأمر وقادرة على مواجهة هذه المنظمات الإرهابية ثلاث منظمات الإرهابية استهتفت تركيا فيه عام واحد شيء غريب يعني تعيش العمال الكردستاني والجابة الثورية وهذا واضح وقد وضح كثيرا سيد يالماز لو سمحت بقي دقيقتين أريد فقط أن أعلق أطلب منك تعليقا في الإسلوب ما ذكره المستخدم هناك هجمات وطلعات حتى لوجود مدنيين استهداف أو انتهاك لسيادة لدول أخرى يعني دولة مثل العراق تصدر بيانة تستنكر فيها انتهاك سيادتها وتستغرب الحكومة التركية من هذا البيان الأسلوب يعتبر أيضا سلوب خارج عن الأعراف يعني تستخدم أيضا أسلوب باتجاه استهداف لحزب العمال الكردستاني بوجود مدنيين وانتهاك أيضا للسيادة هذا يحتاج لتعليق بطبيعة الحال بدقيقة سيد يلماز هذا عزيزتي لو كان هذه الأسلوب كما يقول ضيفك سؤال سيد يلماز لو سمحت سؤال سيد يلماز لو كان ضيفك كما يقول بأنه سيدتي الكريمة على إراك أن لا تسمح بوجود هذه المنظمات الإرهابية على أراضيها أولا وثم لتنطلق تهاجم على التركي الثاني كذلك تطيع الاتفاقيات الأمنية بين البلدين يعني كذلك يجب أن نعترف أن تركيا تستخدم حقها اتفاع عن النفس كانت على الدولة العراقية عدم السماح لهذه المنظمات بالتواجد على أراضيها حق لتركيا أراض عليها ولذلك نعم أنتقل إليك بدقيقة سيد بركات قار تفضل هذا انتهاك أولا وانتهاك كل الأعراف الدولية وانتهاك السيادة ضد سوريا وضد العراق وضد هذه الأساليب تذكرنا بإسرائيل إسرائيل إسرائيل هي لا تعترف بأي حدود ولا أي سيادة ولا أي أعراف دولية منذ 50 سنة والآن تركيا لو كانت فعلا ستحسم الأمر عسكريا لكانت حسنته منذ عشر سنوات لأنه هذه الأسلوب استخدمت من عشرات السنين تركيا الآن أقوى أقوى كثير لكن لم يكن أسكب لو سمحت أسكب أسمع كذلك التنظيم التنظيم على إرادة وعمل إسرائيل لو كان هناك نتيجة للخيار العسكري لو كان الخيار العسكري نتيجة لكانت تركيا فعلا انتهت من هذه الأمر لكن عسكريا لا يمكن حسم هذه الأمر ولا يمكن إلا بالمفاوضات على الطاولة ونحن نعملين في المرحلة المقبرة القريبة الدولة سترجع مرة أخرى إلى الطاولة لأنه كل الإدراك العام الكامل إلى جانب السلام ضد الحرب وضد حزب العدالي والتنمية وضد طيب أردوغان في الدفاع عن رئاسة قصره عضو المجلس المركزي لحزب الشعب الديمقراطي سيد بركات قارئ أشكرك جزيلا كنت معنا مباشرة من أنقرة ومن إسطنبول لشكر الكاتبة الصحفية سيد أكتاي يلماز وكل الشكر لكم مشاهدين على كرم المتابعة هذه الحلقة من حديث 2015 قد انتهت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر